تقول زوجي توفي قبل سنة وقبل وفاته وفي المستشفى قال خلي وحدة من الأراضي وقف علما بأن الأراضي خارج الرياض السؤال هل أخلي وقف أو أبيعها أو فلوسها أبني مسجد خارج المملكة أفضل لأن الأرض بيكون سعرها قليل أم نايف رحم الله زوجك وغفر الله له بالنسبة لأي إنسان وصى بعد وفاته أن هذه الأرض تصير مسجد أو كذا هذا وقف غير نافذ ما ينفذ إلا في الثلث الوقف لازم يا أخواني وأخواتكم في الحياة الوقف منجز يعني في حياة الإنسان أما واحد يقول الله بعد وفاته ابنه لي ما يصلح وإنما هذه وصية يرجع فيها إلى حدود الثلث فقط من ماله إلا إذا رضي الورثة شوف عيالك وقلوا لهم شوف والدكم وصى شرايكم إذا قالوا والله يستاهل الوالد وهذا من خيره بعد فضل الله عز وجل يسووا له ما فيه شي طيب إذا قالوا لا والله إحنا حدود الثلث تعطونه حدوث الثلث تبنونه مسجد داخل المملكة أو خارج المملكة في مساجد خارج المملكة يعني تبنى بأربعين ألف خمسين ألف مثل ما قرأت أنا عند بعض الجمعيات بهذا الحدود يعني هي تختلف من منطقة إلى منطقة ومن دولة إلى دولة تنبهي لهذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر